السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بقى قبل رحمن وبدأ الفيديو جديد. في النهاردة ده حل مشكلة على المقلاع من الفلاشة. فطبع احنا بنحج نسخة على الفلاشة بس مش بيكتم الاقتلاع من الفلاشة. فنحن نهاردة هنزبط حياتي البرس. طبعا جهاز HP استرات. احنا شباب ندس على F1 و F10 للضهول للعدات اللي هو البرس. بعد كن شباب ندس على الثاني خيار. طبعا شباب. اللي هو خيار استراتش. طبعا شباب. عدنا ندس على اللي هو الخيار اللي هو البرس. طبعا شباب. عدنا ندس على الاخر الخيار اللي هو البرس. طبعا شباب. عدنا ندس على كمة انتر. طبعا شباب. بقى هنا الان دهنا خيار اللي هو الUSB Hard Driver. اذا الخيار ده ممكن تكون معطل او مش شغال. فاحنا ندس على F5. طبعا ان بتكلم عن الشيء زي الاسطرات HP. ندس على F5 لو كان معطل. يعني هو بيبو معطل زي كده. يعني هو بيبو معطل زي كده. واحنا عايزين نشغله. فاندس على الانتجه بالانتجهات على الخيار USB Hard Driver. بعدها ندس على F5. طبعا شباب. لو F5 Enable. طبعا شباب. هندس على F5 لو كان عندك معطل. طبعا شباب. طبعا شباب. طبعا شباب. طبعا شباب. لو انا عندنا الخيار مش متعطل. بس برضك مش هدو خشي على فلاشة. فهنل. هنحدد ترتبات. يعني بنخلي USB. عن طريق الاتجهات طبعا. نخلي USB Hard Driver اول واحد. بحيث يتم الاقتلاع من اول خيار اللي حددناه. اللي هو USB. هنطلع بالاتجهات. نخلي USB Hard Driver اول خيار. عن طريق الاتجهات. هندس على الاتجهات. ونخليه اول خيار. بعدها ندوس على كلمة Enter. طبعا شباب. بحيث نحفظ الاعداد دي كلها عن طريق F10. طبعا شباب. بعدها ندوس على F10 مرة تاني. بحيث ندوس على كلمة Enter. بحيث ندوس على كلمة Enter تاني. نحفظ العداد. بعدها شباب هيشتغل معاك. وكمان النسخة على الفلاشة هتظهر. فهندوس F1 و F9. عشان نظهر النسخة. او نعمل النسخة هنا. على الجهاز. فازالنا تلقيا اسم الفلاشة. او هنا بكتب لك. kingstone data. طبعا دي الفلاشة بتاعتي. فهندوس على كلمة Enter. ونشوف هتظل بيانات النسخة ولا لا. هندوس على Enter. فقط القيانة هيبدأ يعبد لي النسخة. ويصغل بيانات النسخة. بتاعي شباب. زي ما انتوا شايفين كده. صغلت لبيانات النسخة. كشباب. اشتركوا في القناة